بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق الإنسان ليعيش في هذا الكون وفي خلق الله سبحانه وتعالى دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الله سبحانه وتعالى توجيه للإيمان بالله جل في علاه الله خلق الإنسان وأودع فيه عقلا يتأمل به في هذه المخلوقات ويتأمل به في هذا الكون ويتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى ليتأمل عظمة الخالق سبحانه وتعالى فيعينه هذا التفكر ويعينه هذا التأمل في آلاء الله سبحانه وتعالى وفي آيات الله وفي عظمة الخلق الذي خلقه الله تعالى يعينه كل هذا على مزيد من الإيمان بالله يعمق كل هذا صلته بالله سبحانه وتعالى ويجعلها متينة قوية ويشعر الإنسان دائما أنه في كنف الله وأنه في رعاية الله وأنه في رعاية وفي كنف خالق هذا الكون ومسخر هذا الكون من أجل هذا الإنسان لذلك الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يدلنا على هذا فيقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نعم التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى والتفكر في ملكوت الله وفي مخلوقات الله في كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى التفكر في كل هذه المخلوقات يعمق إيماننا بالله سبحانه وتعالى أي إنسان يتأمل هذا الكون الفسيح بأرضه وبسمائه بالكواكب بالشمس بالقمر بالماء بالكائنات الحية بكل شيء في هذا الكون الجبال البحار المحيطات كل هذه الأمور من مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلقها الحق سبحانه وتعالى بحكمة بالغة وسيرها الحق سبحانه وتعالى بشكل في غاية الدقة وفي غاية العظمة لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى دائما ما يدفعنا إلى التأمل ودائما ما يدفعنا إلى هذا التدبر فيقول سبحانه وتعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء نعم يجب علينا أن نتأمل في ملكوت الله أن نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد في كل خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى إذا انكشف لنا سر من أسراره نقول سبحان الله فيزداد إيماننا بالله سبحانه وتعالى فلا نطلب إلا من الله ولا نرجو إلا من الله ولا نخشى إلا من الله ولا نخاف إلا من الله ولا نتوكل إلا على الله ولا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى على عباده إذا هم تفكروا في ملكوت السماوات والأرض فحينئذ يكون من أولي الألباب فيقول الحق سبحانه وتعالى في أكثر القرآن الكريم مليء بالمواضع في أكثر من مواضع من مواضع القرآن الكريم التي تدعونا إلى هذا التأمل وتذكرنا بهذا الإعجاز القرآني وبهذا الإعجاز الرباني في خلق كل شيء في هذا الكون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر الإنسان إذا أخلص لله سبحانه وتعالى وكان متجردا في تفكيره يهتدي إلى أن لهذا الكون خالق يهتدي إلى أن خالق هذا الكون خالق عظيم وقادر سبحانه وتعالى بحكمته البالغة في أدق الأشياء نجد عظمة في هذا الخلق ولذلك العلم من أهم الأمور التي توجهنا وتدلنا وتدفعنا إلى طريق الله سبحانه وتعالى دفعا والحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ينبهنا إلى هذا الأمر حينما يتحدث جل في علاه عن آياته في خلق الجبال وعن آياته في إنبات الثمرات من الأرض حينما ينزل عليها الماء بأمر الله سبحانه وتعالى فيقول سبحانه وتعالى أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءًا فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكِ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ وَغَفُورٌ حينما يتأمل الناس العلماء منهم في هذا يصلون إلى الله سبحانه وتعالى ولا يملكون إلا أن يقروا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد نعم سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته